الذي يملك زمام الدنيا بالعلم والخشية هو من عرف الله حقا قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور أساس الحياة هي هذه العناصر الأربع المذكورة في هذه الآية نبات وجماد وإنسان وحيوان أي علم النبات وعلم الجماد وعلم الإنسان وعلم الحيوان فمن علم ما فيها وعلم أسرارها وعلومها فقد عرف الله ومن عرف الله حق المعرفة فقد خشاه حق الخشية هذه الآية تدل على أنه الانفصال بين علوم الدنيا وعلوم الدين والأصل في هذه العناصر الأربعة أن تسخر وفق مراد الله ووفق شريعته يقولون من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من فأسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر